أعوذ بالله من الشيطان الرجيب سورة الأحقاف مكية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيب ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضوت والأرأيض ما تدعون منها دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض يملكوا شركوا في السماوات إذوني بكتاب من القبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أغل ممن يدعو من دون الله من لا يستذيب له يوم القيامة وكم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلع عليهم آياتنا بيناتنا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سقر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما تفضون فيه كفى به شيئا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بضعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إذا كان من عاد الله وكفرتم به وشهد شهد من بني سرائل على مثله على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا له كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ذلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء مما كانوا يعملون ووصع إلى الإنسان ببالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى بالدي وأن أعمل صالحا طر الله واصلحني في ذريتي إني طبط إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنكم أحسن ما عملوا ونتجابس عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعند الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لبالديه أفل لكما أتعدانني أن نخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثا لله ويلك آمن إن وعد الله حقنا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلي من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجاتهم مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ومما كنتم تفسقون واذكر أخو عاد إذ أنظر قومكم بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يهم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آليتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عاد الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأاه عاردا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارد منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلانهم سمعا وبصخرا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصخرهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آنية بل غلوا عنهم وذلك يفكوهم وما كانوا يفذرون وإنصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما خذروه قالوا أنصدوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنذل من معد موسى مصدقا لما بينهدي يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من غنوبكم ويجركم من عذاب أنيم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجد في الأرض وليس له من عدونه يوليا أولئك في غلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجب خلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعد لكم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغما فهل يهنك إلا القوم الفاسقون سورة محمد بكية بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا واصخدوا عن سبيل الله أغل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربيهم كفروا عنكم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباتل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربيهم كذلك يغرب الله للناس أمسى لهم فإذا لقيتم الذين كفروا فورم الرقاب حتى إذا أثحنتمكم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تغع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتسر منكم ولكن ليبنوا بعضكم الببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يغل أعمالكم سيهديكم ويصلح بالكم ويدخنهم الجنة عن رفعالكم يا أيها الذين آمنوا إما تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فدعس لكم وأغل أعمالكم ذلك بأنكم كرهوا ما منزل الله فأحبطوا أعمالكم أفنم يسيروا في اللود فينغروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولانهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحة جناتهم تجري من تحتها الأنهال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعم والنار مثول لكم وكأي من قرية ينشد قوة من قريةك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناسر لكم أفنم كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومعفرتم من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عادك قالوا للذين أهدوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا سادكم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينغرون إلا ساعة تأتيهم مغدة فقد جاء أشراطها فأنا لكم إذا جاءتهم ذكراكم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواقكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا نزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينغرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لكم طاعة وقول معروف فإذا عذم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لكم فالعسيتم إن توليتم أو تفسدوا في الأرض وتغطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصغارهم أفلا يتدبرون القرآن مع لا قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صول لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يغربون وجوهكم وأدباركم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخد الله وكره رذوانه فأحبطوا أعمالكم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانكم ولو نشاء نعريناككم فلعرفتكم بسيماكم ولتعرف أنكم في لحن القوت والله يعلم أعمالكم ولنبلو أنكم حتى نعلم المجايدين منكم وصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يغروا الله شيئا وسيحبط أعمالكم يا أيها الذين آمنوا واتعوا الله واتعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتواهم ثم ماتواهم كفارهم فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتغيئتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتوافقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإذا تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سورة الفتح مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويطم نعمته عليك ويهديك سرطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتنا تجري مما تأتيها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عيد الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ونسوا عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنكم وعد لكم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحوه مكرة وأسهلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أمالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسندهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم غر أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل غنعتم أن لن ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وغنعتم وغنستوه وكنتم قوما مبورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانب لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لما تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أليب أسنا شديد تقاتلونكم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس عن الأعمى حرج ولا على المريض حرج ومن يتعله ورسوله يدخل جنات وتجري من تحته الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعنما ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرتها تأخذونا فعجل لكم هذه وكفأيديا الناس عليكم وكفأيديا الناس عليكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لوله الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نسخيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله ثبدينا وهو الذي كفأيديكم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم أن يبلغ ما حل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموكم ونساء مؤمنات لم تعلموكم أما تتعوكم فتصيبكم منهم عرّة بغير علم منهم عرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيّلون عذّبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكين الدقوا على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعنم ما لم تعلموا فاجعل من عدون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله من الهدى ودين الحق ليثهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا محمد رسول الله والذين معه وشده وعلى الكفار الرحماء بينكم تراكم ركعا سجدا يبتغون فغلا من الله ورزوانا سيماكم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآثرهم فاستغلث فاستفى فاستغلث فاستفى على سوقه يعجب الزرع لغذبهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما سورة الحجرات مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُغَدْمُوا بَيْنَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئِنَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِبُوا قَوْمًا بِجَهَلَتِنَا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنْ الْأَمْرِ لَعْنِتْتُمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فغلا من الله ونعم والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغتحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون يحوتهم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يصرقوا منكم عسى أن يكونوا حيرا منكم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الغني إن بعض الغني اسم ولا تجسس ولا يغطب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحمة حيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عيد الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإذا تطيع الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا باللي ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا بأمانهم ونفسهم في سبيل الله أولئك هم صادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يلقونتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير مما تعملون سورة قاف مكية بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا طرابا وإذا متنا وكنا طرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما توقس الأرض منكم وعيدنا كتاب حفيد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينغروا إلى السماء فقهم كيف بنيناها وزيناها ومنها من الفروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة وذكران كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك وفأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نظيد رذقا للعباد وحينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثموت وعاد وفرعون وإحبان لوت وأصحاب الأيكد وقوم طبع كل ما كذب الرسل فحق معيد أفعينا به بالخلق الأول بلغ في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتنقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكراد الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفح في الصغور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عمك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقيق في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ما كان في غلال بعيد قال لا تحتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بغلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجهنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يواب حفيذ من حشير رحمن بالغيب وجاء بقلب مليم أدخلوها بسلام ذلك يوم الحلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما لكنا قبلكم من قرن هم أشد منهم مطشا فنقبوا في الملاد هل من محيس إن في ذلك لذكرون ما كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء ولقد خلقنا السماوات والأورد وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاسمن على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أدبار النجوب واستمع يوم ينادي المناد من مكانه قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم ما يقولون وما يأعط عليهم بجبال فذكر بالقرآن من يخاف عيد سورة الذريات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والذريات الذروة فالحاملات فقرا فالجريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وسماء ذات الحبك إنكم لفي قون مختلف يؤفق عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساقود يسألون أين يوم الدين يومهم على النار يفتنود ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تسعجلود إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قرنا من الليل ما يهجغون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائن والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تموتقون هل أتاك حديث غيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى آني فجاء بعجر سمين فقرابوا إليهم قال أنا تأكلون فأو جسم منهم قیفة قالوا لا تخف وبشروهم بغلام حليم فأقبلت مرته في سرطنا فسكت وجهها وقالت عجوز ناقيم قالوا كذلك قول ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم معزز ساميائن وناظرين اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں جزاک اللہ تاکہ